اشتركوا في القناة لانه بتارد العديد من الاستفسارات وعملت حلقة سابقة وجاء لي مزيد من الاستفسارات وسألت اخرين ايضا في الامور التي اعرفها لانه الواحد بيجد العديد من الاشخاص الذين يأتون لتركيا تعرضون لمشاكل او كان ممكن يشتروا الامر باقل من هذا السعر او بنصف السعر او ما الى ذلك فهذه الحلقة يعني بقول فيها ما اعرفه وما لا اعرفه حقل على الجهة اللي انت ممكن تسأل فيها او تعرف فيه طيب اول شيء بالنسبة للعقارات في تركيا ما يتعلق بالعقارات انت بتفتح الانترنت وبتدخل على موقع اسمه صاحب صاحب بال TURK يعني المالك صاحب يعني دان دوتكم يعني مين صاحب دان دوتكم يعني مين المالك قطب luminه هزا الموقع هذا الموقع هو الموقع البيع وشراء كل شيء في تركيا من الإبرة للساروخ لكن اللي هيخصنا هنا أو اللي احنا هنهتم بيه حاليا هو الأملاك هنروح لقسم الأملاك طيب أول شيء بالنسبة لي العقارات في تركيا ما يتعلق بالعقارات انت بتفتح الانترنت وبتدخل على موقع اسمه صاحب اندان هذا الموقع عليه مليون عقار للبيع والشراء والإيجار في تركيا ما بين شواء ما بين فيلات ما بين بيوت ما بين أراضي ما بين فنادق كل شيء فعليه مليون عقار فبنكتب صاحب دان على الانترنت صاحب دان دونتقوم وصاحب هي كلمة عربية معناها بالتركي المالك ودان يعني من فهي معنى الموقع من المالك ده معنى الموقع هذا الموقع الأفضل تفتحه على تتنزله تطبيق على التليفون المحمول هيكون أسهل في التعامل لكن عشان ظروف التسجيل هنفتح الموقع نفسه على الانترنت لما نفتح الموقع هنجد فيه ان هو جاب مثلا هنا بيقولك بيوت سيارات عاوز تشتري سيارات عاوز تشتري معدات ملابس وما إلى ذلك لكن هنلاقي مثلا أول خانة بيقولك عاجل 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 يعني يعني حاجات معرضة للبيع بسرعة شديدة يعني وبعدين هنا بيقولك فيت دوشنلر دوشنلر يعني تخفيضات فيت يعني سعر دوشنلر يعني تخفيضات وبعد كده صن 48 ساعة يعني آخر 48 ساعة صن يعني آخر بالتركي صن 48 ساعة آخر 48 ساعة المهم وبعدين يقولك انت عايز تشتري اف بيت ولا عربة يعني عربية ولا ايفون تليفونات ولا كذا المهم احنا هنخش على قسم العقارات قسم العقارات بالتركي اسمه الأملاك هنخش هده قسم الأملاكة هوت وهنلاحظ انه فيه كان بقى 968 ألف عقار للبيع في تركيا او للتعامل عليه طيب هنا بيقولك قونة موضوعات عنده 677 ألف وحدة عقارية للتعامل عليها بالبيع والشراء اشياء اشيائرية يعني الاشياء الاساس تقريبا وعنده 105 ألف لو انت عاوز تشتري حاجات تخص تأسس منزلك أرزة أرزة يعني أرض وانت عارفين في الخليج فيه ناس بتقليب الضاد يعني بعض يقول لك بعض وإحنا في مصر بنقول ضابط نقول على الضابط زابط وهكذا فهي في التركية واضح لنا اخذينها من الأطراق تقريبا ففيه أرزة يعني أرض فيه 173 ألف قطعة أرض للبيع في تركيا وبعدين المشروعات اللي عاوزين نشتره من شركات أو إنشاءات بناء فيه 9000 مبنى للبيع والتعامل فيه تركيا وبعدين دوار ملك يعني اللي هم عاوزين نشتره مثلا شهر في السنة حاجة زي كده فيه 1784 وكده طب خلينا فيه كونة أول واحدة اللي هي بتاعي العقارات هنا هنلاقي إيه بقى بيقول لك ستلك ستلك بالتركي يعني تمليك فبيقول لك إن فيه 527 ألف شقة أو مبنى للتملك في تركيا وهنخش على البقية بس خلينا فيه الستلك هنخش على الستلك ومطلع هوم لهوم دي في كل تركيا كل تركيا كلها كل محافظات في تركيا قال لي مثلا أول شقة هاي دايرة دي في منطقة اسمه بقى اللي جدوزه سيجان مش عارف ايه كده ثلاثة زائد واحد وكاتب فرصة يعني فرصة مساعتها 100 متر وتات غرف وصالة والسعر 120 ألف ليرة ودي في منطقة اسطنبول طيب إحنا نقول له طب ده عمره قد ايه البناء ده عمره قد يعمل حاجة دوس على العامة دي كده أما طلعه للتفاصيل هوم قال لي والله ده الدور الأرضي بهجكات بهجة يعني حديقة عندهم دور الحديقة والمبنى كله أربعة دوار تقريبا وبعدين فين عمر البناء بناء ياشي صفر المبنى ده جديد قد صور الشقة هاي من الداخل اهي دي الشقة فيه 18 صورة بدي كده 18 صورة راجل اهو ادي العمارة اللي هي فيها ادي مدخل العمارة كمان هوت ودي تقريبا المطبخ والادي مدخل العمارة بردو طيب نروح بالأملاك عشان ما نضعش وقتنا ادي الأملاك نرجع الأملاك تاني فهو بقولك فيه دي رافحنا مثلا بنقول له الله اعملنا فيلتر فيه فيلات فيه مزاق فيه كزا برضو فيه التمليك هنقول له الله يعمل حج ادينا خريطة هاو برضو جايب الخريطة هاو فجايب مسلا في المنطقة دي بقولك فيها في المنطقة اسمها سينيورت فيها تلتمية تمانية وتلاتين شقة اليلبية منطقة ستالك دايرة فهكذا هنا ايجار الشقة فيه شقة هيبه ربعين سبعين الف ليرة وهو متطل حتى على الجنب هوت ان دي بقولك مية وتمانين متر قوضة ومش عارف فين دي معرفش منطقة فيه هتلاقي مكتوب طبعا تحتاي بايلوك دوزو سبعين الف متر مش عارف ايه فبرضو هنا بايلوك دوزو وهكذا يعني هو انت قدامك كل الايه وفي منطقة اسمها بندك ومنطقة اسمها توزلة وهكذا فالمهم المسألة امامكم وانت كذا طبعا هذا الموقع ليس قوضي الخريطة لو انت قد تشوف على الخريطة لكن ايه بقول خريطة على المحمول بتجيب لك بترسم الشقة نفسها على الكذا فتطبيق افضل فهنجد في قسم الدائرة هنا هنلاقي الاقسام ايه طب ايه بقى اللي هو بيعرضهم للتملك دول قال والله فيه دائرة يعني شقة باللغة التركية تقريبا جاي من ديار بالعربي او حاجة زي هذا القبيل يعني هنجد ربعمية تمانية وخمسين الف يعني داخلنا نصف مليون شقة للتملك وفي ريزيدنس عندي تسع تلاف شقة تسع تلاف شقة في ريزيدنس عمارات يعني لا حراسة وهو بات وهكذا تسع تلاف مستقل اف يعني بيت مستقل عندي ستتاشر الف بيت مستقل للبيع والشراء في تركيا الفيلا عندي مية تمانية وعشرين الف فيلا للبيع والشراء في تركيا شفتلك اذ يعني بيت مزدوج اللي هو طبقية طيب خلينا احنا في الاول خلينا في الدير اللي هي الشؤ من ده الطلب الشقة فهنا طلع لي قال لي فيه ربعمية تمانية ربعمية خمسة وتمانين الف شقة للبيع في تركيا طيب هاقول له ايه دوس على كلمة خريطة خريطة بالتركي طبعا ما عندهمش الخاف طارت لأسف فكذا فالخريطة هيبقى اه كبر لي عم اسطنبول مثلا انا هيروح على هيروح على المنطقة داي في اسطنبول المنطقة اسمها ايوبان تمام هو اللي بقى المنطقة دي ايه ايوب المنطقة دي فيها الف خمسمية خمسة وتلاتين شقة الف خمسمية خمسمية وتلاتين شقة ولو انت لاحظت هتلاقي في الجنب كده هو عامل الشقة اهي في شقة هنا مثلا ب تلات تلاف سبعة وتمانين تلتمية سبعة وتمانين الف ليرة تركية الشقة تحتها هي باربعمية وتلاتين الف ليرة تركية في شقة تانية بمية وتمانين الف ليرة تركية وهكذا وهتلاقي هو مع كل الشقة مثلا 180 ألف ليلة تركيا دي هو حطلنا الصور بتاعتها هي وهذه الصورة هذه الصورة هذه المدخلة هو يعني شقة 180 ألف الشقة طبعا مكانتها متواضعة هنا مثلا بقول لك المنطقة دي اسمها سعر 180 ألف ليلة تركيا المكان اسطنبول الحي اسمه أيوب المنطقة اسمها جزل تبة محلة سي محلة يعني عندهم برضو يعني بنطقة أو حي رقم الإعلان إعلان تاريخ تاريخ الإعلان 9 أكيم يعني أكتوبر لسه يعني 9 أكيم 2017 أملاك طبيعة التعامل ستالك دايرة شقلة البيع المساحة 70 متر أودا سايسي أودا عندهم يعني غرفة وحنا أخذني الكلمة من عندهم واحد زائد واحد غرفة زائد صالون يعني بناء ياشي عمر البناء أربع سنوات بولدونج كات تقريبا البناء كله من طبق تقريبا يعني لو كنت فيه متصح دورين كات سايسي تقريبا هي في الطبق الثالث طبيعة الاستمه مش عارف يعني إيه بنيو عندهم يعني حمام بنيو سايسو عدد الحمامات هو الأتراك بيبعا عندهم في الشقة حمامين أو ثلاثة يقول لك واحد أشياء أشياء لي أشياء يعني أساس عندهم كلمة أساس يعني أشياء عندهم بس ثم طبعا الهمزة في الآخر بتطير أشياء يقول لك هير هير اللي هي خير يعني يقول لك لأ زي ما أنت نروح في البيعة و بنشترا حاجة من حد وبعد نقول له حصل خير يعني ما حصلش نصيبي يعني فهي برضا عندهم وبعد كده بيقول لك هو العائدات هتدفع كام خدمات في الشقة دية للبواب والحراسة والأمن فأقول لك مش محدد وفي الآخر هيقول لك كيم دان هتشتراه من مين فهنا قال لك أملاك أوفيس دان يعني دي مكتب عقر طب نرجع نقود شقة تانية وأنا عاوز بس أقبر أكتر من كده يا جماعة لأنه التليفون خريطة التليفون بيظهر لك رقم الشقة والخريطة على المتاع على نفسه فهنا هوت مثلا بقول لك في المنطقة ديت في الجزء اهو شفت بقى اظهر لنا اهو هنا بقول لك في شقة تلتمية ألف ليرة اهي هنا شقة تسعة وتسعين ألف ليرة اهي هنا شقة تلتمية ألف ليرة اهي طيب تعال في الشقة تلتمية ألف ليرة ديت هو بيظر للصور بتاعتها على الخريطة اخش عليه جاب لي صورها اهي وقال لي الشقة دي مية وتمانية متر اهي الطن غرفة طنز اتصال وكافة البنات وبعدين في الاخر بيورين الصور بتاعتها اهي ادي الصور بتاعتها وبتشوف حالتها وكذا وهنا بيقول لك رقم التليفون اللي هتو تصل بيه ده المالك بتاعها او المكتب العقارات اللي بيأجرها او الشركة بتاع الانشاء طيب الكلام ده كله اه غير مجدل لانه انت مش هتقعد اه مش هتقعد انت حضرتك في في نص مليون شقة انها ما انت عاوز اه نص مليون مش هتقعد تبحث فيهم كله انها احنا بقى هنروح بقى نقول له ايه هنروح على حاجة اسمها فيلتر هنروح على لسه كلمة لسه هي نروح على لسه ونروح على كلمة فيلتر اهي هنا فهو بقول لك اختار انت عاوز فانهي مدينة هنبدأ بقى من نص مليون شقة في تركيا نختار اللي احنا عاوزينه بالضبط فوالله لا والله اعمل انا عاوز اسكم فيه اسطنبول الاوروبية اسطنبول الاوروبية اخترت اسطنبول الاوروبية ولو انت عاوز بقى اختار منطل من اسطنبول طيب والسعر انت عاوزه بالليرة ولا بالدولار ولا بكزا الصح اختار بالليرة كمان طيب المينموم اقل حاجة والله احنا عاوزين شقة في حدود اقل لحاجة الف ليرة اغلى حاجة مسلا والله يعمل حاجة احنا عاوزين شقة في حدود تلتمية الف ليرة مسلا طيب وبعدين بقى كم متر هنقول له والله اقل لحاجة عاوزينها ميت متر واكتر حاجة مساحيةها ميتين متر طيب بعد كده بيقول لك انت وهيبحث لك بقى في النص مليون شقة اللي موجودة يعني في شوية اسطنبول بقى يطلع مسلا مية خمسين الف شقة في اسطنبول لوحدة اسم والله نقول له انا عاوزين شقة بتاعتنا الغرف وصالة عمره البناء اقول له الله انا عاوز بناء صفر صفر يعني جديد او عمره سنة او سنتين او اربع تلات سنين او اربع سنين ليه المبادئ الحديثة الجديدة يعني وفي الشراء يفضل المبادئ الحديثة لان حاجة الانشاءة بتبقى افضل يعني طيب عدد الحمامات ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل طيب هنقول له ايه ارى يعني ابحث طلع لي الشقة بالمنظر ده هاللي والله انت قال لي فيه تلات تلاف شقة وستمائة وثنين وثنين شقة بالمواصفات دي من السعر اللي انت عاوز ده تمام ادي شقة مطلحها لهي ادي شقة هيت ودي سوارها مساعدها مية خمسة واربعين متر تلات قوض وصالة بناء ياشهي عمر البناء صفر لسه جديدة مساكنتش بولدرينج كات في الدور الثالث كايسايسي الدور الخامس تقريبا ومتديك كل حاجه هيت وادي صور الشقة اهي ادي صور الشقة انا ادي صور الشقة هنا ايه وقالنا الشقة دي بكم بمتين خمسة و تلاتين الف ليره هيت ادي الشقة بمتين خمسة و تلاتين الف ليره ومدينا هنا اه تليفونات اللي احنا اتصل بيها الراجل ده اسمه اوز تورك اوز ده الراجل اللي احنا اتصل بيه اسمه هم طيب خلينا ننتقل اه لمدينة اخرى عادة المباني في اسطنبول غالية يعني العقارات في اسطنبول غالية خلينا ننتقل في انقرة 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 وباقي مدن تركية نصف سعر الشقة يعني لو انت عاوز تشتري شقة في اسطنبول تلات غرف وصالة على الاقل من خمسة و تمانين الف دولار فا اعلى لو انت عاوز تشتري شقة تلات غرف وصالة او اكثر خارج اسطنبول في انقرة في بورصة في جبزة مش عارف فين بتلاقي نفس السعر الشقة في اسطنبول في انقرة العاصمة او اي مدينة اخرى ويكون بنصف السعر هنشوف هنغير بقى احنا في الفلتر بتاعنا هو بدل ما اسطنبول هنخليها نقول له خلينا في انقرة العاصمة انت عاوز كام لا انا مش عاوز اقول له مش عاوز 300 الف يا عام انا عاوز اقول له هاتل شقة اغلى حاجة سعرها 150 الف ليرة كان متر من متر متر لمتين وبعدين اقول له كمان هاتل اربع وره فوصالة مساء وهات البناء من صفر الكزا اللي زي ما احنا بحسن ما اطلبنا منه وبعدين هقول له في الاخر اتفضل ابحس فبحسن طلع لي هو هنا كام قال لي فيه تلات تلاف تلتمية 98 شقة هي هاتل تلاف وربعمائة شقة سعرها اربع وضوصالة اربع غرف وصالة سعرها اقل مية وخمسين الف ليرة في انقرة طيب انت بقى بتختار بتختار المدينة او كذا بس الاسهل طبعا انت تخش من التليفون نرجع للصفحة الرئيسية هنتخش على الايجار احنا هنا كنط دخلنا على الايه كنط هنخش بعد كده على الكراليك قال لك في تركيا فيه مية تسعة وتلاتين الف شقة يعني مية وربعين الف شقة للايجار في تركيا طيب هات يا عم الشقة بتاعتك الايجار قال فيه مية تن وعشرين الف شقة الايجار ورزيدنس فيه ثمان تلاف وتسعمية وسبعين شقة الايجار ومستقيل ايه بيت مستقل فيه الف خمسة وسبعين شقة بيت للايجار اللي هو بيت مستقل بيت بحضيقته كذا فيه الفيلا فيه اربعة تلاف تمنمية وتسعين فيلا شفيتليك از فيه خمسة واربعين بيت يالي اللي هو بيت صيفي اربعين بيت صيفي يالي داي رسيق مية ساحلية تقريبا يالي يعني تقريبا ساحلي مية واحدة تمانين شقة طيب اللي بعد كده اللي احنا عاوزين ايه الحاجات اللي في العقارات التاني فيه الارض فيه البروجيكت البناء الناس عاد الشتين مباني وهكذا بصفة عامة الشقة فيه اسطنبول كما قلنا هي ضع في سمنها في الايجار يعني الشقة مثلا ثلاث غرف وصالة في اسطنبول ايجار 1500 ليرة التلات غرف وصالة في انقرة ممكن من 500 ليرة الى 700 ليرة 800 ليرة لو خدت 1000 ليرة يبقى انت راجل يعني غني جدا يعني طيب كنصائح عامة انت بتقف على المكان وتشوف طبعا وبتعاين وتتصل ممكن تستعين بصديق تركيا او صديق سوري او اي حد بيعرف في اللغة التركية وتتصل بالراجل اللي هو صاحب الاعلان وتقوم بالمعاينة مهم جدا ان انت اتعرفه ان انت شوفت شقة كثيرة وان انت قاعد في تركيا فترة طويلة علشان طبعا هو بيبدأ يشوف ظروفك لو انت مستعجل ممكن يغلى عليك لو انت عارف ان انت دارس المكان وكذا مش يعمل كذا طيب بالنسبة لشراء العقارات انت بتدفع الفلوس في اللحظة اللي بتاخد فيها العقد الحكومي يعني تركيا ما فيهاش حاجة اسمع عود ابتدائية سواء بيع تقسيط بيع مقدم بيع مش عارف ايه لا يوجد في تركيا شيء اسم عود ابتدائي او عود عرفية لا بد يكون العقد مسجل في الحكومة وقاعدة انت لا تدفع فلوس لاحد الا في داخل الجهة الحكومية يعني انت بتشتري من صابر شاء بيحصل ايه ما بتديه الصبر الصبر المالك ده ما سيبضيش تفعله فلوس ابدا اطلاقا لا في المكتب ولا في الشركة ولا شيء من هذا القبيل كل هذا مخالف القانون بتذهب انت وصابر لدائرة العقارات اسمها الطابو في تركيا والموظف بيقولك انه فعلا صبر ده مالك الشقة ما هوش واحد تاني او واحد بينصب او الشقة دي معلها مشاكل او الشقة دي على نزعق قضائية او الشقة دي اتبعت قبل كده او كده انت بتروح ليه ادارة بتروح انت هو الى ادارة بتاخد مترجمين موجودين هناك يعني 300 ليرة او 300 ليرة تقريبا بتذهب بيجي لك هو في الادارة العقارات الموظف الحكومة الحكومة نفسها بيقولك ايوة الشقة دي معلهاش مشاكل وجاهزة للبيع وفي الحالة دي انت ممكن تدفع الفلوس للراجل في حضوره الموظف الحكومة وبتأخذ العقد في نفس الوقت تفقدوك خمس زي موظف الحكومة بديك العقد المسجل بتاعك وخلاص صلتك بالرجل ده انتهى طيب لو انت بتشتري شقة بالتقصيد او بتشتري شيء بالتقصيد ايضا لابد يكون العقد في الحكومة لا تدفع مالا لأحد لا في شركة ولا في مكتب ولا في شيء اي دفع للمال في تركيا يوجد لابد يكون في الجهة الحكومية واي عقد في تركيا لابد يجري توقيعه في الجهة الحكومية اي تعامل حتى العقد بين اتنين في اي حاجة ما فيش عقد تجرى في شركات ولا كلام من هذا القبيل انت لا تمضي على شيء الا في الحكومة التركية كل تعاملاتك تمضيها داخل دائرة حكومية تركية فالنهار ده انت اشتريت من صبر شقة بالتقصيد او عمارة او بناء او ارض او كده ما بتدوليش فلوس بتاخده وتروح ادارة العقارات ادارة الطابق وموظف الحكومة بيقرأ عقد ويقولك العقد ده سليم او العقد ده غلط او الراجل ده فعلا العقاري بيبيعه ده بتاعه ولا مش بتاعه وبينقل ملكية الشقة عليك يعني انت اشتريت من صبر شقة بالتقصيد دفعت عشرين فلبيعه مقدم ولسه ادفعت كل شهر مش عارف مبلغ كده ايه اللي بيحصل انت بتروح سبب نقل لك ملكية الشقة وبتدفع له انت بحساب البنك برضو ما تدفعش اصلاة حساب البنك ليه عشان راح يمين جيش مالك ازا انت مش عارف ده مين ولا ورست ولا التوقيع اصلي مش عارف تليه واحد تاني اصلي كلام من هذا القبيل وتب كاتف في العقد رقم الحساب البنك اللي هي ام التعامل عليه عشان يبه هو اختار ده فانت بتروح لموظف الحكومة بينقل الشقة بملكك ويبقى معاك عقد حكومي رسمي مسجل من الحكومة التركيان الشقة ملكة وبيثبت فيه الحكومة او ادارة العقارات الاسماء الطاب ومتثبت فيه ان والله انت اشتريت الشقة دي من صبر او البناء او الارض او العقار او كده ومديون فانت بتعرفش ببحها ما هو بيضمن حقه بايه بيه اللي له ازا ما كانش البناء اكتمل وانت ممكن تدفع له لشركة وبعدين يقول لك البناء ما اكتملش ولا الشركة افليست ولا الشركة حصل فايا كده فانت بتروح للنتير او اللي بيشتري بالتقصد ده ممكن اللي باع يبيع ثاني وثالث وخمس فبالتالي بتروح للنتير اللي هو كاتب العدل ويوثق الاتفاقي اي تعاقد للشركات اللي بدي تعمل في مصلحة الشركات او اي تعاقد يوثق في جالح حكومي اما في ادارة العقارات اما في ادارة الشركات اما بتوثقه في كاتب العدل نفسه ودي مسألة اساسية فلا تدفع لأحد اي مال الا امام موظف الحكومة التركية في الجهة المقتصة ولا بد ولا توقع على اي عقد الا لما ييجي والله الرجل الموظف الحكومة لكن العقد ده سليم مفهوش مشاكل ده بالنسبة لي شراء العقارات في تركيا والاراضي وكده بالنسبة لي الاستثمار في حدود علمي وانا مش خبير في هذا الشأن طبعا انا هحيل على المختص او احد رجال اعمال مختصين بذلك ساقول اسمه بعد قليل ولكن بشكل عام الاستثمار في تركيا سهل في ناس كسبت وناس خسرت اللي كسب ليه انا معرفشي واللي خسر ليه انا معرفشي لانا مش رجل اعمال لكن مبدئيا القانون التركي بيعامل الاجنابي مثله مثل التركي يعني بتأس الشركة تقريبا في اسبوع ثلاثة ايام حاجة زي كده وبتستعين في محامي يعني دائما في التأسيط وتأسيس الشركات بتستعين في محامي بيبقى اجراءات قانونية وكلام من هذا القبيل وبيتم تأس الشركة بسهولة جدا سهل جدا تتأجر محل وتفتح مشروع او تشتري محل او دكاكين او سوبر ماركت اي شيء وسهل تشتري اراضي زراعية وكده كشكل عام افرض انت اول استفتح مطعم كمشروع استثمار نصيحتي انا الشخصية قصابر انت لما تأتي لشراء عقار في تركيا او لشراء كده على الاقل اجل الشهر او شهرين او انت تستثمر ليه انا صابر عاوز افتح مطعم في تركيا ممكن انا عند في مصر فيه يا جماعة انه العيوب ظاهرة وعيوب خفية وفيه مزايا ظاهرة ومزايا خفية يعني في مرة انا استأجرت الشقة ملاصقة لمحطة المترو وخدتها غالي عشان هي ملاصقة لمحطة المترو فده ممتاز طبعا جدا ولما جيت اركب المترو ولقيت ان المترو عشان اسف المكان اللي انا بروح له بيقدل ثلاث خطوط مترو فبيستنزف وقت وجه دي كل شيء وقت عدت تقفز وللاسف ان اسطنبول خطوط المترو فقى كل عشر محطات يعني اي خط مثل عشر محطات اتنشر محطات معرفش ليه في مصر عندنا اربعين محطة مثلا تانيك راكب من المرج الحلوان وانزركب من شوبرا للمونيب وتخش تانيك تلاتين اربعين كيلو خط المترو انها في اسطنبول للأسف الشديد يعني تركيا المترو فيها خطوط كلها قصيرة للأسف الشديد وتباين ليه ان الاوتوبيس اسهل واسرع من المترو يعني محطة اوتوبيس تحت بيتي فتركبها على طول ويعني المترو اغارتات خطوط مترو لكن الاوتوبيس باخده مرة واحدة فاتضح لاننا كان ممكن اخد شقة بعيدة طالما ان الاوتوبيس اسهل في المكان اللي انا بروح له ده ودل معه ده اركب المترو وتقافز بالمترو كل شهر نزل المترو نزل المترو يعني دفعت فلوز زيادة في ايجار الشقة مقابل خدمة انا مستفدتش بيه فمثلا لو انا هفتح مطعم انت لو في مصر فتحت مطعم فول هتبقى مليونير في تركيا لو فتحت مطعم فول مش هتلاقي تأكل هتخسر ليه؟ لان الاتراك ما بيكلوش الفول مثلا مش ما بيكلوش مش موجودة الاكل ده اصلا في تركيا الاكلة الكشري مش موجودة اصلا في تركيا لكن الصميت مثلا ده الاكلة الشعبية عند الاتراك فلو فتحت مثلا محل صميت ولا بتاع تبقى مليونير في تركيا وهكذا فانت أنا سين صابر هفتح مطعم يبقى أنا روح أشتغل في مطعم روح أشتغل في مطعم لابد أعرف العالم الخفي لأي نشاط أو أي استثمار أو أي شيء دايما في حاجات تبقى غير ظاهرة على السطح انت مش شايفة لا تكتشفة ولا كذا إلا لما تعاشر الجوم فتبدأ بقى تعرف والله مزاج السوق ده إيه نقاط القوة بتاعته إيه نقاط الضحف بتاعته إيه نقاط كذا كذا وهكذا وتبدأ تستثمر أو تشتري شقة أو تشتري كذا أو تشتري كذا في الصحة تقعد في تركيا شهر شهرين قبل أن تستقر على أنت هتحط فلوسك فيه ودايما فلوسك ما تحطهش في حاجة واحدة في حاجتين يعني أو تلاتة إذا كان معاه فلوس كتير يعني بإيز أنت لو افترضت شرية الشقة دي وطلعت غلط مثلا ما تبقىش ندمت أو ما تبقىش كل فلوسك وضعت أو كان تبقى فلوسك حاضطة في أكتر من حاجة بالنسبة للاستثمار طبعا الأرض الزراعية فيه أرض في تركيا بس مش عابب مفروض أنه خلال كم سنة مفروض تزراحها وهذا الكلام لكن أيما كان أنا بحيل لراجل أعمال غزوان المصر فيه جمعية الجمعية بتاع الأعمال الأطراق جمعية المسياد جمعية المسياد فيها الأستاذ غزوان المصر راجل أعمال تركي هو متخصص في قضايا في الاستثمار العرب في تركيا هو كاتب ومفكر تركي هو اسمه غزوان تقريبا نسبة إلى غزة واسمه مصري نسبة إلى مصر وهو والدته سورية وأبوه تركي الجنسية يعني تقول له هو مجمع الدولة العثمانية وبعدين أنا كنت بسأله فقال له والله هو ما عندهوش مانع اللي عاوز يستفسر هضع تليفون مكتبه وإنت اللي عاوز يستفسر لكن أنا صحتي قبل أن تتصل به أو تستفسر منه هو طبعا رجل أعماله وعارف طبعا الخفاء اللي احنا مش فاهمينها أو كده أن أنت إبحث والله عاوزين نزرع نزرع أرض في تركيا يكتب الأرض الزراعية في تركيا على جوجل بحيث أنت تخش تسأله في الجزئية اللي تكون خافية عليك لأنه مش هيكون لديه وقت يعني يجيب على كل هدي اللي ايه انت سألت الله أعلم يعني كلا ديه وقت أو ليس لديه يعني معرفش يعني طبعا ظروفه لكن ده بالنسبة لي الاستثمار في تركيا أو كذا بالنسبة لي السيارات برضو ممكن تشتريها من نفس الموقع صحي بندان بالنسبة للأساس كلنا لما بيأجر شقة أو بيشتري شقة بيروح يشتري أساس نصيحاتي اللي بيشتري شقة تمليه خلاص يجيب أساس جديد يعني لكن اللي بياخد شقة إيجار الإيجار عمر الشقة إيجار هنا سنة عمر الإيجار في تركيا الشقة مدة عدة سنة ويوم ما تروح تشقة كتير سنتين ولقعت شقة تسيب بان تطولت جدا أم كده في تركيا فبالتالي انت كل سنة بتروح تشيري الأساس من مكان لمكان الأساس نقله مخلف وبيهلك وبيتلف في النقل السرير ولا الأنترية ولا كان وبالتالي بيبقى فيه خسائر عليك فالصواب ان انت اما تاخد الشقة المستقجرة دي مفروشة بأساسها أصلا أو في حل تاني يعني انت مثلا لو رحت تجيب أساس جديد للمنزل هتجيبه نحو خمساشر ألف ليرة تركية في حين يعني خمساشر ألف ليرة تركية يعني تقريبا أربع تلاف دولار في حين انك لو اشتريت أساس مستعمل الأساس المستعمل هنا في تركيا حالته جيدة جدا لأنه الأتراك كل سنة بيعملوا غليبية الأتراك يعني بيجددوا أساسهم كل سنة يعني كل سنة يشتريوا عفش جديد فأنت تكتب على الخريطة مثلا انت على اسطنبول تفتح خريطة اسطنبول على الجوجل ماب خرائج جوجل وتكتب سوق المستعمل هتلاقي في ناس عرب كتبين لك أصلا سوق المستعمل فيه في اسطنبول هتروح هتروح تشتري أساس للشقة كلها ما يجيش بتاعة تلاف ليرة ما لا تحتاج تنقله هتعتني الأساس بألف ليرة ومش عارف إيه وتشيل وتحط هو تجيبه من أوله لأخره بتاعة تلاف ليرة وخلاص وهي سنة وبعد كده تسيبه ولا لو حبيت تاخد الحاجات المهمة فيه وفقط للتكاليف المعيشة تكاليف المعيشة في اسطنبول على الأقل ألف دولار عشان تعيش في اسطنبول مع أسرتك على الأقل ألف دولار والصاح أن أنت ما تجيش مع أسرتك الصاح تيجي لوحدك تعيش شهرين لبقى مفردك تبدأ تستكشف الأمور وبعد كده تستقدم أسرتك التكاليف المعيشة في أنقرة العاصمة وباقي المدن على الأقل خمسمائة دولار أو ستمائة دولار يعني هتلاقي أنه تكاليف المعيشة خارج اسطنبول بتنزل النصف لأن الإيجار أقل والأسعار أقل يعني كل حاجة خارج اسطنبول النصف طبعا فيها عشرين مليون فانقرة مثلا فقط خمسة مليون برصة فقط نين مليون وهكذا بالنسبة للمدارس المدارس الحكومية التركية بتقبل كل الطلاب الأجانب أيها كان الجانس طالما حصنا على إقامة وشنائة الإقامة طالما أنت معك الإقامة التركية الأجنبي بيعامل معاملة الطالب التركي لا فرق في كل المدارس التركية والتعليم التركي مجانا مجانا من الابتداء حتى السنو وتقريبا الجامعة برضو هنأتي للجامعات ده كله مجاني فانت كمقيم عربي من أي دولة بتدخل أولادك كأنهم أتراك بالضبط الحكومة التركية بتتحمل التكاليف التعليم أيا كانت والمدارس في تركيا الابتدائي من واقع من سن ولا ابتدائي ربع ابتدائي المرحلة الإعدادية في تركيا بتبدأ من السنة الخامسة الصف الخامس وفي الصف الخامس بيبدأ ينقسم التعليم من من واحد في المرحلة بتدخل أكله علماني تعليم علماني من سن 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 من السن سنة الأولى للسنة الرابعة بعد السنة للمرحلة الإعدادية التعليم بينقسم لي قسم قسم إسلامي اللي هو مدارس الأئمة والخطباء دي بيدرس فيها مليون طالب تركي ومدارس الأئمة والخطباء ثلاثة أصناف في مدارس للبنات فقط مدارس للأولاد فقط في مدارس فصول للبنات فقط فصول للصبيان فقط أنا زهابت وجدت اتمرى مدرسة البنات والولاد في نفس الفصل مع بعض دي كانت حالة نادرة لكن أغلب المدرس اللي شفتها في إمامه خطيب إما المدرسة كلها بنات أو المدرسة كلها صبيان أو الفصل كله بنات أو الفصل كله صبيان يعني ما فيش اختلاط وبعد ذلك التعليم العلماني التعليم العلماني يبقى تعليم مختلط السلام عليكم عليكم السلام والحمة الله وبركاته الجامعات الجامعات في تركيا في حدود معلوماتي هي بتنقسم سلاس أقسام جامعات حكومية وجامعات خاصة أو التحق بالجامعة في تركيا بتنقسم سلاس أمور إما تعليم على نفقة الحكومة التركية يعني أنت بتأتي من مصر أو من السعودية أو كذا حكومة التركية اللي بتعليمك على نفقتها وبتسكنك وبتعطيك مصروف جيب أو تعليم حكومي مثلك مثل الطلاب الأتراك اللي بيخشوا الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة اللي عاوز أتعلم طلاب السنواء العامة اللي يريدون التعلم على نفقة الحكومة التركية منحة فالصح النهمة ما بيقدمش بعد ما ياخد ثالثة سنوية لأنه التقديم للجامعات التركية على نفقة الحكومة الحكومة تصرفلة بيتم في شهر فبراير من كل عام فأنت بتقدم في الجامعة التركية أو بتقدم طلب للحكومة التركية أنت عاوز تتعلم على نفقتها بشهادة الصف الثاني السنوي على ما بتظهر النتيجة بتاخد السنوية العامة السنة النهائية وبتجلهم على نفقتهم تقوموا بإطلاق تسكارت بالطيران وما إله دالت طبعا هما الجامعات التركية التحق بالجامعات التركية ما فوجه بالمجموح هو بناء عدارات خاصة بالرياضة والزكاة اسمها يوس وماس وحكات من هذا القبيل طبعا أنا مش فاهم فيها وبيكون التحق في الجامعات التركية بناء على هذا فالأصاحة أنت بتقدم من الصف الثاني السنوي قبل الثالثة سنوية أي مكان أنت بتخش على جوجل وتكتب التحق فيه موقع تركي بريس موقع تركي بريس مستو أنه هو مهتم أو موجه لتوجيه خدمات للعرب المقيمين في تركيا أو العرب القادمين لتركيا فهتلاقي فيه قسم خاص بالأجانب وهتجد فيه قسم خاص بالإقامات وقسم خاص بالتعامل والتعليم والجامعات وأخبار الجامعات يعني هو الموقع بيهتم وموقع إخبار السياسي لكن الأساس فيه اللي هو النواحي الخدمية للعرب المقيمين في تركيا أو العرب القادمين لتركيا وبشكل عام اكتب على جوجل للتحق بالجامعات التركية هتجد مكاتب ناس فتح مكاتب وكذا بتقدم لو أنت حاوي تقدم فجامعات هو بيقدمو لك تقريبا بياخدوا على التقديم للجامع 20 دولار لأن الجامعات التركية فيها غالبية بتدرس باللغة التركية فإذا ما تطلبش تعامل ما تطلبش قدب على الموقع الإلكتروني أو كذا فإنت بتختار بقى أنت طبعا أنت تلقي على جوجل هتطلع لك مكاتب كثيرة بالنسبة للإقامة في تركيا وحدود معلوماتي الإقامة في تركيا إما إقامة إنسانية يعني أنت تحت الحماية يعني متطهد أو عندك ظروف زي بتاع سوريا أو حاجة زي من هذا القبيل والإقامة الإنسانية هي الحكومة التركية بتعتارك بدون أي تكاليفة نفعش فلوس والتأمين الصحي وعلاجك على نفقة الحكومة التركية لكن عب هذه الإقامة أنه بيقد سنة على ما يطلع حالك وأنت لما بتخش تركيا وبتقدم على الإقامة الإنسانية دي ما مفعش تخرج إلا ما تاخد لو بخرجت بتتلغي فبتاخد فترة طويلة لأنه بيعمل عنك أمن ولأنه طبعا الحكومة التركية تدفع لك فلوس في التأمين الصحي فخش بقى في سيستم الحكومة والفلوس دي كان يستحقها لو ما يستحقاش والأفلام إياها دي فطبعا بتاخد ده الإقامة الإنسانية الإقامة السياحية دي الحكومة التركية بتعطيها لكل من يطلبها أي حد بيجي فاللي بيدخل تركيا بتروح تفتح في البنك حساب وتضع فيه 6,000 دولار وتاخد شهادة من البنك كاشف حساب أن أنت عندك إقامة بتدخل تكتب على جوجل موقع الإقامات التركية بتلع لك موقع الحكومة التركية بتاع الإقامات الحكومة التركية اللي تتعامل مع وسطاء فبيطلع لك موقع الإقامات باللغة العربية والإنجليزية وكل اللغات يعني هم عاملين كل اللغات وبتبدأ تملى البيانات بتاعتك وبيحدد لك موعد في إسطنبول بيقول لك بعد 13 شهر في المدن الأخرى ممكن بعد شهر أو شهرين أو 40 يوم من هذا القبيل أنت بتبقى بسأل تأشيرة شهر في تركيا لكن من لحظة ما انت خدت موعد وبتطبع الورق بقى خلاص إقامتك في تركيا شرعية إلى حين ظهور الإقامة اللي انت تحصل على الإقامة بتاعتك فالنهاردة اللي اللي بتطلبه طبعا لو انت برضو على تركيا بس تلاقي الأوراق المطلوبة تأمين صحي فبتخش على جوجل وتيكتب برضو تأمين صحي في إسطنبول للإقامة هيطلع لك كم مكتب شغالين في هذا أو كم شركة كلها تكاليف بسيطة يعني انت تقدر تقول انه تكلفة الإقامة كلها عشان تطلعها إقامة سنتين ممكن تكلفك 800 لير طبعا من صحيحة على ترجمة الجواز على مش عارف فتح زب في البنك ده إليه تبحط 6000 دولار في البنك بتاخد الإقامة لما بتوح تعمل قبل الإقامة تطلع في الحدون عشر تياه وبعد كده بتاخد 6000 دولار من البنك كل ما تيجي تعمل تحط 6000 دولار وبعدين تسحبه بتاني نصيحة ان انت ما تطلعش أوراق كتير إلا لما تقابل الموظف التركي الخاص بالإقامات ليه ان فيه موظف غتت تروح له يطلب منك عشر طلبات يكلفك 1000 لير وممكن تروح لموظف ما يطلبش منك حاجة خالص ابن حلال مصف يوفر عليك 1000 لير لكل موظف الشديد يعني موظف ممكن موظف يقول لك والله حطيلي في البنك مش حسبه يعرف حسبك 6000 دولار وممكن وظف ما يطلبش منك الوراء دي أصلا ده بتحصل بتحصل حاجات يعني هتلاقي موظف غلس يعني مش غلس النوع بيتعاملك معاملة سيئة لا بيطلب حاجات كتير يعني مثلا في تركيا يقول لك إيه الأطراق ما عندهم شي عندهم الاسم سوري يسمك واسم العيلة وبعد كده الاسم التاني ايه اسم واممك والدتك ومنك يقول لك روح الصفارة هتلي اسم عالتك لأن هم الأطراق عندهم كده نحن عندها في العالم عرب الاسم الرباعي والخماس والسوداس والسباعي فهو يقول لك أنا ما رأش اسم العيلة كل من يطلبها وهي غير مرتبطة بالتملك عشان ده خطأ شائح يعني انت بتأجر ممكن تاخد بالإيجار تاخد إقامة سنتين بعد إيجار ممكن بالتمليك يعني ده حاجة مفصلة يعني إنما أتذكروا أن هم الحكومة التركية طلعها القانون أن من يشتري عقاة بقيمته مليون دولار أو يستثمر مليون دولار أو حاجة من القبيل ده في الجنسية بقى ده موضوع آخر ده بياخد الجنسية وده موضوع آخر أنا مش فاهم فيه يعني أو ما بحثتوش بالنسبة للتنقل بين المدن التركية فيه التنقل بالسكة الحديد وأنا ما نصحش به إنه مرهق خاصة أنت بيكون في اسطنبول لو عايز تروح بداية تانية يوديك لآسيا وحايدر باشا حتى الإتوبيس بياخدك من وص المدينة لوسط المدينة التالي أو التنقل بالطيران وهو الأسهل والأرخص لأن إنت لو حجازت بالطيران خاصة بيجاسيوس يعني مثلا أو الخطوط الجوية التركية بقى أكتر يعني مثلا إيه تذكرت الإتوبيس من أنقرة لإسطنبول تتراح ما بين 50 لـ 70 ليرة حسب الشرك تذكرت الطيران من أنقرة لإسطنبول 50 ليرة نفس ساعة الإتوبيس الإتوبيس بياخد من أنقرة في 6 ساعة ونص الطيران بتاخدها في ساعة ولو ركبت بمطار صباحة جوكشان في أسيا ولو قدت بمطار أتيترك بتاع إسطنبول يعني جنبك فممكن بياخد 150 ليرة فتجد إن الطيران إحجز بدري بس شوية وإنت الطيران هيبقى رياح لك وإسرع بالنسبة للفواتير الكثير مننا طبعا لما بيقول لسكن بيحتاج فواتير ميا وقهربة وغاز وإنترنت الصح أنت بمش تدفع الفواتير ده من دي ومن يو تروح البنك اللي أنت فتح في حساب وبتقول له أنت بشكل أوتوماتيك يدفع لكل شهر حساب الفواتير دي فبيتفع ها هو بالنسبة لي تكاليف المعيشة قلناها بالنسبة لي معاملة العرب أو معاملة الأجانب بشكل صح الأطراق شعب مسلم والأطراق فيهم الصالح وفيهم الفاسد وبشكل عام هو ما فيش معاملة سيئة العرب بمعنى العنصر الفاسد هو ما بيضرش عملك سيء ليه لأن الحكومة لا تسمح له بذلك يعني لو تخانق معاك ولا ضربك ولا كذا أنت هتشتكيه يعني في الحكومة عندها ضبط وربط فما فيش أن انت ما فيش شرطة في الشارع بيعملك وحش إطلاق كل الناس ده اللي أنا شفته حقيقة إن احنا عملنا باحترام من الجميع من الشرطة من الموظفين من كل اللي إحنا بنسأل يعني حتى لو فيه عنصر سيء ومش عاويد يساعدك ما يقدرش إزيك ليه أو بيخافي إزيك لأنه هيوحاسن إن الحكومة فيها ضبط وربط فبالتالي الجانب اللي إحنا شفناه غالبيته جانب إيجابي ليه لأن هما الأتراك ناس مسلمين واتنين أصلا ما فيش فرق يعني إذا ما بتمشي أنا لما مامشي في شرع إسطنبول ما بتعرفش فين الأتراك أصلا لأن الأتراك بيجيسألك إنت علينا كنت تركي ما معرفش إن أنت أصلا مصري أو عربي أو سعودي أو خليجي أو كذا إطلاق ولما بيعرفوا إن أنت عربي أو أجنبي أو كذا بيعرفوا أنت غريب فبيبدأوا يعني يتعاونوا معاك أو يورح معاك في المكان الفلاني أو المكان يعني يبدأ الموظف أو المسؤول أو المواطن التركي يعني يقدم لك خدمة زيادة أو إرشاد زيادة أكتر من لو كان أقدمه للمواطن التركي الأخر التكاليف الماشي قلناها الاستراد والتصدير الناس اللي هم أصحاب الشركات في الاستراد والتصدير أنا ما عندش كبرة طبعا اكتب برضو على جوجل لكن ققعدة عامة تركيا عندها الحكومة التركية إن أنت تاخد أي منتجات تركيا تصدرها لبرة يبوسوا رأسك يعني صدر أي حاجة تركيا بتنتج يعني من الإبرة للساروخ يعني طبعا في حاجات ما بتنتجهاش لكن ده المفترض يعني فأنت لو هتاخد أي بضاعة صناعة تركية واستدرها للخارج بيدك إحفاءات جمركية وإحفاءات في الضريب وكذا وكذا وطبعا في محافظات فيها لو أنت هتستورد حاجة من برة بقى وإيه لك وسواد وإيه لك بقى جمارك وضريب ويتلعوا روحك إزاي تستورد حاجة من برة عندهم دي كارسة كبيرة أنت تجيب صناعة إجنبية بالنسبة أيضا للإستثمار فيه للأسف فيه مش للأسف فيه مجموعتين واطس أنا مشترك فيهم أحدا خاصة بالمزارع في تركيا إزاي تعمل مزارع عقول وأبقار وأرض الزراعية وإن رجل كفلاح ومهتم بهذه الأمور يعني وفيه إنه برضو مجموعة خاصة بالاستثمارات والشركات وكذا ولكن طبعا للأسف مش غير متاح إنه يتم الضفع لإنه ممثل وخمسين واحد اللي في المجموعة فالرجاء حتى من الناس اللي عندها خبرة في الأعمال وكذا تعمل صفحات على الفيسبوك يعني كمجموعات على الفيسبوك تبقى مجموعة عامة اللي هيعاوز يشتغل في المجال الزراعة اللي يشتغل في مجال الصناعة اللي فما يشتغل كذا يبقى مجموعات على الفيسبوك يريت الناس اللي عام الواتص يعملوا هذا يعني بالنسبة لي اللغة التركية التعامل مع الأطراق انت كاجنابي بتعرف عربي هتتعامل كيف تتعامل مع الاطراك الاطراك لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون اللغة الانجليزية ولا يعرفون اللغة الفرنسية لا يعرفون سوى اللغة التركية فقط فلا بتحاول ان تتحدث معهم باللغة الانجليزية انا قلت له yes ما يفهمش يعني ايه yes انا قلت له one two three four ما يعرفش واحنا حصل اطباء ومهندسين وكذا مش عارفين الارقام بالانجليزي ده حاجات حصلت معايا واطباء ومستشفيات وما يعرفوش الارقام بالانجليزي وكذا فهم ما يعرفوش وما تحولش انت تتعامل مع اي حد تركي باللغة الانجليزية ونادر لما تجد شخص تركي يعلم اللغة الانجليزية وده ما لاش علاقة بمستوى التعليمه او ثقافته يعني انت انت لو نظرت اردوان ما بيعرفش اللغة الانجليزية اردوان لما تشوف لقاءته مع ترامب او اوباما وكذا فيه مترجم موجود على طول المهم وبتقريبا الصين برضو فيها شيء مشابه حتى ان ليه حد المهم يعني الصين برضو ما بيعرفوش شعب الصين ما بيعرفش اصلا الانجليزي ولا كلام من هذا القبيل المهم لان الدول التي لم تقضى على استعمار ما تعلمتش لغات اخرى طي خلينا بقى كيف تستعامل مع الاطراق بدون لغة مبدئيا انت بتستقل الكلمات المشتركة بين العربي والتركي خمسين في المئة من كلمات اللغة التركية واصلا عربة يعني كل كلمة في اللغة التركية تبدأ بحرف ميم هي كلمة عربية مثل مقتول مجبور مسئول هكذا هتلاقي كلمات كتير كلمات الاقتصاد بنك حساب تحويل حوالة هتلاقي كل كلمات الاقتصاد غالبياتها عربية تجارة تجارة برضو اجرة كلمات الطب زي عقل قلب بطن مش عارف ايه هتلاقي برضو دي غالبياتها كلمات طب كلمات عربية كلمات كتير بتبدأ بحرف ت زي تقسيم وكلمات كثيرة يعني تعذرني الان بتبدأ برضو بحرف ت غالبياتها كلمات عربية كلمات بتبدأ بحرف الاتش في اللغة التركية غالبياتها كلمات عربية هي اصلاها ح او ح مثل كلمة خريطة بنطوى هريطة او كلمة حركة او حرارة برضو هرارة او كذا او خليج بنطوى هليج وهكذا فانت بتبدأ من اللفتات ومن كلمات الاطراق اللي بتعامل معهم طلقط الكلمات العربية وتبدأ تستخدم الكلمات العربية هذه الموجودة في اللغة التركية وفي تعاملك معها بتستخدم الكلمات المفتاحية يعني حضرتك عاوز تذهب لمنطقة الفتح فتقول له مثلا فتح كده ولا كده وتشغر له بقى مش هتقعد بقى انت تقول له سمعين الف كلمة يعني انت تستخدم الكلمات المفتاحية تبتشترى حاجة من محل في الشارع فتقوم مسك الحاجة دي وتقول له تركيش ليرة يعني كمت ليرة تركية خلصت اتوبيس نمرا مثلا وتقوم بديله ويكتب على المحمولة كذا لانه ما هيقول لك الارقام بالتركي انت مش هتفهم فانت بتستخدم الكلمات المفتاحية فقط اللي انت عرفتها من الكلمات الاتراك من العربي الحاجة التانية طبعا مهمة تعرف الارقام بالتركي لان دي هتبقى هتحلك مشكلة كبيرة طيب اللغة التركية بشكل عام هي لغة احترام او مش لغة احترام هي لغة كل خطاباتها لغة يعني خطاب الاحترام والتعظيم فيها شديد جدا انا عنديها ممكن تنادي الاخوك الكبير يا ابراهيم يا حسن يا محمد يا احمد عادي اخوك الكبير بتناديله باسمه في اللغة التركية هذا عيب لابد تنادي الاخوك الكبير اي حد اخوك الكبير يعني بيناديله وقول له ابي ابي يعني اخي الكبير واختك اللي اكبر منك ما تناديهش باسمه في اللغة التركية لابد تقول لها قبلة فلما تنادي اي واحدة في الشارع تقول لها قبلها. ولو نديت لأي واحد في الشارع عجوانك في السنة تقول له ابيه. يعني اخي الكبير يعني. وهما عندهم كما قلنا لغة الاحترام فولا ما يجي يكلمك وقول لك صبر بيه. احنا هدف باسهم يقول لك صبر بيه عن التفقيم وكذا. هو مقصودش التفقيم. هو يسد السيد صبر. فهتلاقيه دايما يقول لك فلان بيه. هو كل كلماتهم كده. هو افاندم. مش عالف افاندم يعني ايه بس يعني هي معناها هو عندهم في اللغة التركية كلها تقوم على خطاباتها والتعملات بتاعتها على لغة فيها كلها تبجيل واحترام. لتعامل مع الناس يا. حاجة التانية هو لما بيجي يخطبك بيقول لك بيقول لك انتم. يعني مثلا في بنقول للملك ايه? جلالتكم. وللرئيس سيادتكم. هو المواطن التركي لما بيجي يخطبه بعض او يخطبوك او كذا او لو اخصان انهم مش عارفين بعض اوي او كده. لابد على طول بيستخدم لغة الاحترام. لغة الجمع. انتم اه لو فعلتم كده. هو بيخطب واحد بس يعني. بيقول لك سيز بيستخدم الضمير نحن يعني. وحصل اريد في كتاب امين الريحاني الرحل المسيحي امين الريحاني في كتابه ملوك العرب. بيقول انه من اللي دخل للغة التفخيم دي في العالم العربي. طبعا هو الدولة الاسمانية. لكن شي بالجزيرة العربية. هو. الخائن الحسين ابن علي. اللي هو عمل تمرض الدولة الاسمانية. ليه? في الحرب العالمية الاولى. اللي هو سموه شريف مكة. لان هو اصلا تربى في اسطنبول. فلما جيه حكم مكة. فبدأ ينقل المقصر بتاعه يعلم العرب ان هما هما بيخطبوه بجلالاتكم فخامتهم. امين الريحاني كان بيقول وجون فيل بيكاتب برضو هذا الكلام. العرب والقبائل كانت تيجي تقول له يا حسين. بينادوب اسمه. انت ملك ولا انك ستين ملك مناش دعوة. حتى العرب والقبائل العروية كانت تنادي الملك عبد العزقل سعود. ابو الملك سلماه. اللي هو مؤسس سعودية. الملك عبد العزقل سعود. كان يقول لك ابن سعود. ما بيقولوش حتى سموه الأمير ولا سموه الملك ولا كلام من هذا القبيل. ابن سعود. ويجي لما يجي حد من البدا ويجي يناديله ويقول له يا عبد العزيز. كده يعني مفيش اي شيء. لكن طبعا التأثر حصل. والفخامة والصموك. ده جت من ناحية الدولة العثمانية والثقافة التركية اللي انتقلت إليه. اللغة التركية لغة لواحق. واللغة العربية لغة صوابق. يعني. في العربي بتقول كتاب صابر. المضاف والمضاف إليه. فدائما الكتاب بيجي الأول وبعدين صبر الأول. يعني صبر الآخر. فدائما لغة صوابق. دائما كل حاجة سابقة. في التركي لواحق. فهتقول صابر كتاب. صابريك صابرين كتاب. يعني الضفات بتاعته في التركي بس بتيجي في الايه. الكتاب في الآخر. مثلا بنقول في العربي في المدرسة. يعني في العربي سنقول ايه. زهبتوا الى اسطنبول. في التركي يقول لك اسطنبول الى زهبتوا. يعني هو بدأ باسطنبول. وبعدين يحط بقى الى كل حاجة بعد بعد المدرسة. يعني جاب المدرسة الاول وبعدك يبدأ يلحق بها لغة لوح يضيف حرف الجر الى يضيف كذا يضيف كذا فكذا. فانا ارجو مشاهدينا ان تكون الصورة قد وضحت. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وابركاته. ايضا. المستقبل السياسي في تركيا. النظام السياسي في تركيا. مدى المخاطرة في تركيا. طبعا لا يوجد نظام سياسي في العالم مضمون. بمعنى اكتر نظام سياسي في العالم مضمون من النظام الامريكي. خليتكلم بوضوح. لان الدولة القوة في العالم واللي معها نقوم معها كده. ندى نقول انه في العشرين تلاتين اربعين سنة اللي قادمة امريكا يعني وفقا للمعتداء بوكنتنهار فجأة سبحان الله. انما وفقا للمعتداء الموجودة يعني انه امريكا هي اكسر نظام مستقر. وبالتالي الاستثمار في امريكا وكده هو يعتبر الاكسر ضمان. لكن. امريكا بتطلح فيها قوانين مفاجأة. ممنوع تقول للمسلمين. فتب انت واحد سعودي او مصر راح يشترع عقار في امريكا. الصبح تليقي ترامب طلع قرار ممنوع تخوش. طب استثماراتي وشركاتي في امريكا همشي يا ابن ستين في ساعة الملاتش حاجة هنا. يعني مثلا لنا من يومين الاستفارة الامريكية في تركيا وقافت مفيش تأشيرات للاطراق. طب الرجل الاعمال التركي اللي له استثمارات في امريكا ولا اشترع عقار ولا بيت ولا بتاع. ما يلا مشي من هنا. فهي امريكا تعتبر اكثر نظام السياسي مستقر. ولكن هذا النظام بسبب ان احنا مسلمين واخد موقف ضدنا. هم كنت طلع لقرارات مفاجأة تلب الدين. بالنسبة للنظام السياسي في تركيا. وخصوصة كثيرة الناس قولوا من بعد اردوغان? من لازل سيتي بعد اردوغان? انا ما عرفش والله ما عرفش فعلا يعني. ليه? لانه انا ما عرفش مين قلات الحزب اصلا? يعني. انا وانت ما بنتبعش لعلام التركي احنا كنا في مصر عارفين والله ان في الدكتور مرسي وفي خيرات الشاطر وخيرات الشاطر اللي بيدير الاخوان وفي حزم ابو اسماعيل وفي كزا والبلتاج فين ومين مركز القوة ومين عالفلوس ومين بيجي الفلوس منين يعني في الاخر احنا كنا فاهمين في مصر وفيه الجيش وفيه المقابرات وفي الدولة العميقة وفي الحزب الوطن وفيه احمد عز وفيه نجيب سويرس فانت في مصر شايف الدولة العميقة يعني انت ممكن تروح تطلب طلب من السيسي ما عرفش الضهولة حتى لو عايز عمله تطلبه من سويرس ورس اعلم السيسي ففي مصر لدينا معلومات من الدولة العميقة والاشخاص اللي ممكن ما يبوش مسكن منصف في الدولة ولكن نفوسهم اعلم رئيس الدولة زي سويرس مسلا ده يبقى سلطة على مبارك واعلم من السيسي بتاع الانقلاب هذا وغيره في تركيا احنا ما بنعرفش لغة تركيا وما شعفين ما نعرفش مين الدولة العميقة او مين المركز القوة في المنظومة القائمة يعني ولكن اللي حصل في الانقلاب العسكري في تركيا او دي الانطباع اللي خرقت به انو النظام في تركيا ليس اردوغان بمعنى لما حصل الانقلاب العسكري اردوغان كان في مرماليس في اجازة وظل بعيدة عن مصرح الاحداث ما يقرب من ساعتين منظومة الدولة اشتغل رئيس المخابرات طلع لك الاشتباك حتى الموت بن علي لدم رئيس الوزراء قال كل الشرطة ترجع وشعرف ايه فلان عمل كذا رئيس بادي اسطنبول عمل كذا رئيس بادي انقرة طلعه عربيات النظافة ووقفت وستدت اللراهات وكذا يعني الجماهير وتحركها الناس راحت للمطار ناس كذا ودي كلها قيادات الحزب نفسه الحزب الحاكم ودي حاجات ما عملاش اردوغان لان اردوغان هو اللي عمل مكلم بالتليفون لكن كان فيه تحركات شغالة قبل ما اردوغان يطلع يتكلم بالتليفون وفيه واردوغان لما طلع يتكلم بالتليفون بعد كذا اخذ بعض دول كبير من الطيارة وجيه على اسطنبول اتخذ وقت فنقصد ان ادارة 80% من ادارة مشهد الانقلاب في العملية الادارية كان ما كانش اردوغان اللي بيدره ورغم ذلك العمل كان جيد فهذا معناه ان النظام التركي ما هو الشخص الامر الثاني انه بعد الانقلاب العسكري قبل الانقلاب العسكري كان في تركيا فيه دولتين الدولة اللي النظامي الحاكم اللي هو الحكومة الاسلامية او المحافظة في تركيا اردوغان الحزب الحاكم وكان فيه الدولة العلمانية العميقة حابت تعمل انقلاب في حصل انقلاب تركيا هذا وتم تدمير مراكز القوة طبعا هي فلول حالة موجودة ولكن ممكن تجمع وممكن ما تحسب الحكومة طول منها هيقزة يبقى خلاص الحكومة تتخش بقى في الصفاق والاتفاق الدولة تقع فلكن المهم ان القوة العسكرية الان صارت تحت تصرف الادارة المنتخبة في تركيا وبالتالي انا توقعي اذا الحزب العدالة والتنمية ظل بيضع الاسلام نصب عينيه وان الاسلام هو الذي يحكم سياسته طبعا ما بتبقى الشريعة الاسلامية وده موضوع اخر نعم انا اقول ايه التكليف قدر لاستطاعة يعني هيظل بإذنها ان شاء الله في الصد اذا ترك الشريعة الاسلامية او كده او كان في ايده حاجة يعملها وفقا للاسلام وما عملهاش تقاعصا منه او كده هتبقى الاوضاع سيئة هذا ما ارى فانا ارى ان تركيا هي المكان الامثل للاستثمار لان انت عندك مين اوروبا وامريكا اوروبا وامريكا بتلعوا قانون الدينك المسلمين الصين طبعا الدنيا فا ما لم بالله ربنا روسيا اسوأ وادال فيعتبر تركيا هي المكان اه انقول الاكثر امانا والاقل مخطرة